وقعت اليوم الفصائل الليبية المتحاربة اتفاقا في مدينة الصخيرات المغربية وبوساطة أممية لتشكيل حكومة وطنية في صفقة تأمل القوى الغربية أن ترسي الاستقرار وتساعد في التصدي لوجود تنظيم داعش المتنام هناك التفاصيل في سياق التقرير التالي مع مراسلنا من الصخيرات كريم القرقوري وصل قطار المفاوضات بين الفرقاء الليبيين الذي طال انتظاره إلى محطة الأخيرة بعد التوقيع التاريخي على اتفاق المصالحة الوطنية والذي تم بمدينة الصخيرات المغربية التي احتضنت جوالات الحوار بين أطراف النزاع جلسة التوقيع على اتفاق النهائي تميزت بحضور عدد كبير من المسؤولين وفي مقدمتهم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالأزمة الليبية مارتين كوبلر الذي اكد على همية اللحظة التاريخية للتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الليبية نحن متفائلون جدا أنها خطوة مباركة اليوم أسرع وأهم ما خرجنا به وأوضح وأثبت هو أننا وحدنا ليبيا لأن البلد كان منقسم برلمانين وحكومتين وكان المواطن يئن ويعيش فوضى في معيشته وفي الصحة وفي مأكله وفي مسكنه بسبب هذا الانقسام أما الآن اليوم بهذا التوقيع بدأنا في اللبن الأولى للتسيس الدولة وهو توحيد ليبيا في حكومة واحدة إلى ذلك كانت جلسة التوقيع على الاتفاق النهائي للمصالحة قد توقفت دقائق قليلة على انطلاقها بسبب خلاف حول تضمين أسماء عضاء الحكومة ضمن الاتفاق والذي كاد أن يعيد الأمور إلى نقطة السفر إلى أن تم التوافق على ثلاثة أسماء جديدة تماثل المناطق الكبرى سلاة للبلاد بكل من الغرب والشرق والجنوب ومجلس رئاسي مكون ونصر اتفاق على تشكيل حكومة وحدة من المفترض أن يترأس فايز السراج وعلي القطراني المرشع عن شرق ليبيا وعن قوة الجيش إضافة لعبد السلام الحسون عن الجنوب الليبي على أن تقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشرعية بمجلس رئاسي المرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف كل الليبيين لبدأ مرحلة بناء ليبيا التخلص من أضغان الماضي المرحلة القادمة تحتاج إلى جهود كل الليبيين أدعو كل الليبيين انضمام لهذا الاتفاق الاتفاق السياسي ليس فيه غالب ولا مغلوب بل الجميع سينتصر ومع التوقيع على الاتفاق النهائي تدخل ليبيا مرحلة جديدة في تاريخها يعقد عليها الكثيرون آملا كبيرة من أجل وقف الاقتتال والحرب الآلية والجلوس إلى طاولة الحوار الداخلي السلمي لإعادة ترميم ما دمرته الحرب محطة تاريخية وجديدة إذن تعيشها القضية الليبية بعد التوقيع على هذا الاتفاق الذي يعاول عليه الكثيرون من أجل وقف حمام الدم والخراب الذي تعيشه البلاد كريم القرقوري تلفزيون الشرقة أسخينات ترجمة نانسي قنقر